أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاء الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تغنمون فتينا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشجدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سجئة يقولوا هذه من عنده قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقرون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك وما أصابك من سجئة فمن نفسه وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطعي الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإلا أبرزوا من عندك بجة طائفة منهم من عندك بجة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تركيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سجئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حجيتم بتحجة فحجوا بأحسن منها أو رضوها إن الله كان على كل شيء حسيما الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم غريا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقض المؤمن منه تعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبجنوا فتبجنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتهون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغارب كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبجنوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الفضل والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجة منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر